الله العظيم القايمة اللي كان مختار روي فيتوريا دي متحكة جدا. يعني احمد احمد نبيل كوكا اتصاق. جاب مكانه مهند لشي. دلوقتي وسامة جالية للمدافع اصاب راح استدعى ياسر ابراهيم. الله انا لو مكان ياسر ابراهيم اعتذر. صراحة يعني. وانا مش كمال يتعدد. انا واحد من الناس لو لعب كورة مسلا لو لو بلعب في عندها. وانا مش كمال يتعدد. ده اتصاب انا ايجي مكانه. لا انا مع الفريق بتاعي قديت فيه. وعملت اتي فيه كل حاجة. عملت فيه كل حاجة. سواء كان كاس عالم اندية. سواء كان دوري مصري. سواء كان دوري افريقيا. سواء كان دوري ابتال افريقيا. سواء كان سوبر الافريقيا. سواء كان كاس السوبر. سواء كان كاس مصر. تمام? فبالتالي انت مش فاهم. مش فاهم. يعني انت بتدحكنا ولا انت ايه بالزبط? على روي فيتوريا. يعني انت لو اصد تدحكنا مش هتعمل كده. او في الاخر اضطريت انك انت اتجيب ياسر براهي معين انا مش كنت احابب انك انت تبقى مضطر انك انت اتجيب ياسر براهي لا اللاعب عندنا في الاهلي يعني هقول لك ايه هقول لك ايه موجود في الاهلي ميت فل وعشر مش فاهم مش فاهم ايه طريقة التفكير اللي موجودة دلوقتي في اتحاد الكورب او في الادارة الفنية في المنتخب مصر لسه هنشوف الفترة الجاية وليسه هنشوف ممكن حد يتصاب تاني صحيح ممكن حد يتصاب تاني يجي مكانه لعب اه حد عارف حاجة حد حد يستبعد حاجة دلوقتي لا خالص بعد اما اتنين النهاردة يتصابوا ويجي مكانه لعيبة انا مش بستبعد اي حاجة بعد كده هيبتدي بقى ان هو بقى ايه يحرك يحرك اللعيبة زي الشطرنج لا ده يطلع لا ده تعال سلام